نروح للمحكمة النهاردة اللي استمعت لشهادة منصور العيسوي وزير الداخلية في قضية مبارك والعدل وسادت المحكمة وخارج المحكمة حالة مية الهدوء حيث اختفى انصار مبارك اللي علقوا على شهادة العيسوي بجملة واحدة هي الحمد لله استعرضنا مع حضرتكم مبارح نص مذكرة وزارة الداخلية للنيابة حول احداث الثورة واللي قالت فيها ان ما فيش حد مات في التحرير ولم يتم اطلاق الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين وطبعا ماناش حق نقول لشهادة منصور العيسوي النهاردة احتراما لقرار المحكمة بحظر النشر اولا هي والا مش هيجي ده من اطلاقات حريته الخاصة طبقا للقانون ومن اطلاقات تقدير المحكمة في ماذا كان هناك ظرف او لا بس بالقاطع انه سيد المشير بالتأكيد هيجي لانه هيهمه انه يوصل العدل مفيش حاجة اسمها حكم سريع وحكم بطيئ يتبقى للقانون الاجراءات تتخذ بكل حذفرها وتتبع زي ما المحكمة بتعملها ان تستوفى كل الطلبات اللي تراها المحكمة وتقدرها فتستوفيها وتطلبها وتستقضيها وتتأكد من تنفذها ثم تستجيب لطلبات الدفاع فيما يتعلق بما يدور في الجلسة من نقشة شهود ولا غيره وعلى ذلك ده ياخد وقته زي ما ياخده الحمد لله احنا كلنا مطمئنين للمحكمة لا احنا مطمئنين للمحكمة ككل بغض النظر من سبع الشهود ومع احترامي انا متحفز على النقطة دي تبقى لقرار عدم ناشر ان شاء الله حيكون القرار سريع نسبيا مش سريع يعني سريع كده نسبيا ازاي اي جناية عادية بتاخد وقت ودي جناية مش جناية عادية دي جناية تاريخ ده حكم تاريخ كامل ووقاع الجلسة كلها بالدور في اطار قانوني سليم وحضور سيد وزير الداخلية جو الجلسة او الجلسات السابقة ده يعني من وجهة نظر هيقدي الى انجاز الفصل في القضية نظرا طبعا للشعب عامة كله منتظر سواء اهل الشهداء او غير اهل الشهداء منتظرين بشغف جامد سرعة الفصل القضية فطبعا النهاردة مشارح احمد رفعت كان فيه بعض الجلسات بيقعد فيها بالعشر ساعات منتمن ساعات لسرعة الانجاز في القضية والنهاردة الرئيس عقب على بعض اقوال سيد وزير الداخلية يعني لا هي مش نفي او بالجزم هو عقب تعقيب شديد ونفس العكاية برضو وزير الداخلية عقب على الكلام المستشار احمد رفعت بيتفوق على نفسه ويؤكد ان القضاء المصري قضاء الشامخ وقضاء عادل وان المستشار احمد رفعت في اسئلته واجه كل الاسئلة اللي بتدور في زهن الشعب المصري واللي في صلاحة انها تخدم القضية للمتهمين وللمدعين بالحق اتوقع سيد المشير في الجلسة السابقة تقدم باعتذار عن طريق اللواء عادل مرسي لكن المستشار احمد رفعت رأى ان حضور المشير حيفيد القضية وحيبقى يعني شهادته تفيد القضية لصالح المتهمين او لصالح المدعين بالحق المدني فيها طلب حضوره للمرة التانية على التوالي خصوصا ان اعتذر لوضع البلد الامن كمية رسائل كتيرة قوي على صفحتنا في الفيسبوك بتطالب معتز مطر محطة مصر بتطالب باننا احنا نقول شهادة العسو لا نملك ده وفي قرار محكمة يقف فوق رؤوس الجميع في هذه البلد بمنع وحذر النشر ولكن اقول لكم نص الخبر اللي قلته قبل الفاصل تاني ولكن لا املك ولا استطيع ولا يستطيع غيري تبقى للقانون ان يقول ماذا قال منصور العسو النهاردة استمعت المحكمة لشهادة منصور العسو وزير الداخلية في قضية مبارك والعدل وسادت حالة من الهدوء خارج المحكمة واختفى انصار مبارك اللي علقوا على شهادة العسوي بجملة واحدة هي الحمد لله استعرضنا مع حضراتكم مبارح نص مذكرة وزارة الداخلية للنيابة حول احداث الثورة واللي قالت فيها ان ما فيش حد مات في التحرير ولم يتم اطلاق الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين وطبعا لا نملك ان احنا نقول شهادة منصور العسوي طبعا لقرار المحكمة بحضر النشر تماما في هذه القضية وحطت مصر تلتزم بالقانون التزاما حرفيا ترجمة نانسي قنقر